بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين رسالتين من الدكتور طارق شوقي الرسالة الأولى لطلاب الصف الأول والتاني الثانوي وخصوصا بامتحان الإلكتروني والرسالة التانية لناس الأبحاث أول رسالة الدكتور طارق شوقي بيقول التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني اختياري لمن يريد تسجيل شكوى يعني أنت لو عاوز تعمل شكوى من الامتحان معين أو عندك حاجة في الامتحان معينة تقدر تخش اختياري وتسجل على المنصة وتكتب شكوتك ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان اللي احنا كنا بنقول عليها إيه حضور تمام كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع لذلك الناس اللي كانت بتسألني كنت دايما بقول لكم ركزوا على تم التقييم تم التقييم هي دي أهم نقطة في التسليم الامتحان لو دي تم التقييم توجدت خلاص يبقى موضوع المنصة ده ملوش لازمة تمام؟ طبعا هي المدارس وكله أمر الناس إن هي تدخل تسجل ودلوقت رجعوا في كلامهم طبعا هم مش رجعوا في كلامهم ولا حاجة كل الحكاية إن الموقع بدأ يبقى عليه زحمة والناس مش قادرة تسجل فعلشان كده خلاص خلنا بأيه بهم واحد مش بهمين بهم فتح الامتحان وحله مش بهم تسجيل حضور وإلى آخره تمام؟ دي الرسالة الأولى الرسالة الثانية من عشر دقايق بس طبعا الدكتور طارق شوقي بيقول ليه الأبحاث أو المشروعات البحثية تسليم المشروعات باستخدام منصة إدمودو هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب الطلاب عليه للمستقبل وكذلك فهو أفضل صحيا في هذه الظروف أما الحل الورقي فهو حل متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة ولكن من يستطع نود تشجيعه على استخدامها بكل تأكيد طبعا الراجل بيبص لقدام إني فيه ظروف كورونا وملامحها مش بينة يعني ظروف كورونا مطولة فأكيد مش هنبطل تعليم هنضطر نعتمد على التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد اللي هو من خلال المنصة دي فعايز الدكتور طارق شوقي عايز الناس تتخش في الموضوع خش بقلبك في المنصة حاول تتعلم عليها شوية فهو بيقول الافضل والاضمن لك المنصة طب في مشاكل عندك مش عارف توصل للمنصة خلاص ودي المدرسة براحتك ها فهو بيقول ايه عايزين ندرب الناس على الموضوع ده تمام هم دول الرسالتين اللي اتبعتوا في الوقت ده السلام عليكم ورحمة الله